انا سيدة امو اسلام شاو عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله خير ونعمة اتفضلي انا بكلم حضرتك بلان على موضوع الحلقة النهاردة انا عندي جوزي انسان طيب جدا واللي في ايدي مسلم وانسان مسامس جدا وما هقولك يعني الموضوع اللي حضرته لك هتقول ده بيشرف حال عمر وما شير بحاجة معنش ممكن تعلي صوتك شوية امو اسلام بس بعنش السبك بس بس مشكلته كل حاجة عندنا اتباعت فين فلوس بتروح معرفة بس ده هل جبت لأ من ربنا حال ده اختبر من ربنا ان احنا لو صدرنا معاه ربنا يجازينا شير على اللي احنا من يبجروا معاه معايا ياولادي اصبح دلوقتي بعد ما كنا بسم الله مشو الله كان عندنا كتير كان عندنا فلوس كتير وارسنها اصبح ما عندنا في اي حاجة طب امو اسلام انت عارفة ده بتلأ من ربنا ونضب عليه ده اختبر من ربنا احنا معايا انا راضية بكل اللي دهول ربنا 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 يكتبك في الصابرات ان شاء الله بس امو اسلام الفلوس دي انت بتعرفي الفلوس دي بتروح فين ولا اي الفلوس كده بتروح من غير ما تعرفه بتروح فين هيا بشكل متتصرف فين بقى الله اللي احسن اه يعني انت هو بيقولك انها تصرفت بس انت ما تعرفيش تصرفت فين بالضبط كده هل انت انا اسف يعني هل انت ممكن توصلي الى ان زوج حضرتك هل بدأ عليه اي نوع من انواع العصبية الاضطراب في الاخلاق اه 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 اقولك شيء انسان كويس جدا مسترم وابن ناس وانسان خلوق يعني واللي فيده مثلي وما يصرش حاجة عن اي حاج وما بيقولك بيشرب حاجة ولا بيتعطح لا ابدا ابدا طول عمري معا ما بيتعطاش حاج بس انا مش عارفة انا مش عارفة ليه كل حاجة مباعها ليه كل حاجة ليه كل حاجة بسهولة مباعها كده يعني طب انت قعدت معايا امو اسلام وكلمتي كتير تقال لك ايه مالكوش دعوة لا 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 هو الكلام ده لا احنا لنا ندعوة لنا دعوة ليه ان لأهلك عليك حق انا ما ادورت دلوقتي اللي راح راح هو راح كل حاجة راح تمام انا دلوقتي باتكلم في ان ده ده افتلاء من ربنا انا اجاوبك يا امو اسلام انا اجاوبك يا امو اسلام شكرا يا امو اسلام عفو عفو ربنا ان شاء الله يعينك ويجعلك ان شاء الله من اهل المدد دايما ومن اهل الفضل بس يا امو اسلام الاحوال اللي زي دي في الغالب احنا لما بنفكر وبيجينا الاستشارة اللي زي دي الناس فبعض الناس بيستطيع عليهم فكرة فعل الخير فيتخرجوا كل الاموال حتى لو بيضهم اتعرضت للاعتزاز الاهتزاز وده مش من قبيل الاتزان الحاجة التانية ان هو يكون عنده اضطراب والاضطرابات يعني مثلا اضطراب الشخصية لحد دي ممكن ياخد فلوس ويسترف فلوس ويضم فلوس كده كتير جدا فاحتمال التاني ان هو يكون عنده اضطراب نفسي الاحتمال التالت بقى وهو ان هو يكون بينفق المال في شيء لا يريدكم ان انتو تعرفوه سواء كانت مخدرات وادمان او سواء بيصرفها لحد تاني فالتالت احوال دولة مهما كان اي حل فيهم فهو محتاج ان هو انا اقول له يا سيدي ايها العزيز ايها الكريم انت لست من حقق ان تعرض اولادك للفتنة انت لابد ان تنفق عليهم نفقة تسد حاجاتهم اذا كانت معك اموال لكن ان تنفق المال بهذه الطريقة باسراف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واشرف ما اخطأتك اخصلتان صرف ومخيلة واذا كنت انت بتصدق بهذا المال فخيرو دي نار ديران وضعته في اهلك يبقى خيرو ديران ديران وضعته في اهلك يبقى هم الاولى لكن انت سألتيني سؤال مهم جدا جدا ومعيني بكلمه وبقوله خلي بالك ان ممكن الكلام ده يوصل اهل بيتك في درجات الضغوط الى ان هم يتفتنوا وانت مأمور شرعا ان انت ايه كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعاية وده مش من الرعاية اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيها الرعاية اللي ربنا امرك بيها ان الاولاد يحسوا بنعمة ربنا انت كده بتضيق عليهم وتبعدهم عن الاحساس بنعمة ربنا فاتق الله في اولادك اما حضرتك اصبره حضرتك لازم تصبري تصبري ليه بقى؟ لان الراجل صاحب خلق صاحب خلق انت قلت ان هو صاحب خلق وراجل بيعملك معاملة حسنة وبيعامل اولاده معاملة حسنة غاية المراد ان هو بيعدردكم في هذا الموطن الى هذه الفتنة فانت سبري وان شاء الله ربنا يكتبكم في الصابرات ومش معنى كده ان انت تتوقفي عن ايجاد المدخل المناسب للكلام معهم في هذا الموضوع ويريد تسمعي الكلام اللي انا قلته ده عشان ربنا سبحانه وتعالى دايما يجعلكم في توافق وسعادة